اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكرم كان شريك معي ادم كان على طول يعمل مشاكل بالشغل انا بس كان بدي بعضه عن الشغل مو اقدر بس اكرم كان بدي يخلص منه اكرم هو اللي قتله لابوك ايه باعترفلك انه انا غلطت وغلطت اني حاولت غطي على القصة كرمال ما ازي سمعت شركاتي ادم كان ميت وقته ما كان بيدي شيء عامله انا فيني اثبتلك انه اكرم هو اللي قتل ابوك المسدس البصمات اللي عليه والملف اللي رح تلاقي فيه كل الادلة موجود بمكتبي بس من زمان حضرتك كنت لعبة لعبة بايدين اللي قتلوا لابوك عن جد يا عيبشوم انا اللي ربيتك احيبش مالك بابا يا ادنبي خير بابا 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 لا تروحوا وتسحني بابا لا ترحوا انا ما بدي افغيرك بحياتي كله بابا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة هنعلق عن جدر تحت شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة رح حس حالي حر خفيف مثل الطير لأنه خلصت من أكبر سجن وهي حياتي اللي كنت عايشها أنا خلص قدرت أطلع منها السجن الحقيقي الإنسان هو اللي بيبنيه وبيحط حاله فيه أنا محيت كل الزجون قطعت كل الحواجز سكرت حسابي مع الكل ومع ماضيه كمان أنا هلأ حر حر تماما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر